في جزئة مهمة جداً بعد شريف ما قال القيمة وقال الـ 21 لعب الموجودين هي رسالة لجمهور النادي الاهلي ودائماً أنا بحريساً أنا أقول المعلومة دي أو الجملة دي في أي حوار أكون موجود معاكم فيه على شاشة قناة النادي الاهلي وبتتقال أي أن كانت النتيجة والحمد لله للفريق كسبان أول أربع مباريات في بداية هذا الموسم الجهاز الفني لما بيتعامل مع الاختيارات بيتعامل حسب متطلبات كل مباراة وحسب متطلبات كل مرحلة الأهل هي لعب البقرة بتاريخ 2 أكتوبر أو بتاريخ 2 أكتوبر بعدها بـ 72 ساعة هيكون في أسوان عنده مباراة مع أسوان يوم 5 أكتوبر يعني هيخلص مباراة يوم الأربع تاني يوم الخميس هيتمرن تمرين خفيف الجمه هيسافر عنده مباراة السبت ما فيش وقت ففكرة أنه هو مش هقولي يستبعد لأنه نحن عايزين رسالة الجمهور النادي الآلي نستبعد من قمصنا فكرة حاجة اسمها استبعاد ما فيش حاجة اسمها استبعاد فكرة أن الجهاز الفني بيتعامل مع كل مباراة حسب متطلبات المرحلة اللي هو فيها المرة دي شايفت متطلبات مباراة الانتاج الحربي لعبين بوصفات معينة أو لاعبين شاركوا في مباراة كانوا سبورت ولعبوا 90 دي أو عاملوا مجهود بدني والمخزون البدني بتاعهم محتاجين ياخدوا ريكافري أو استشفى بتوقيت معين فبيفضل أن هو يريحوا مباراة عشان يكون جاهز لمباراة تانية فظلت كمان بزي ما بقول لكم بداية الدوري غوية لأن طبيعي أي دوري في العالم بيبدأ ما بين كل مباراة والتانية مش أقل من خمس أيام لأن المعدل البدني لأي فريق بيبدأ ويطلع تدريجي واحدة واحدة خطوة خطوة لكن ضغط المباراة ده بيبقى صعب لأي معد بدني أو جهاز فني أنه يحضر فرقة بضغط بدني في أول أربع خمس سباح في الدوري العام فبالتالي ريني فيلار بيتعامل مع لعاب الناجي الآلي بمتطلبات المرحلة اللي معاه سواء في ضغط المباراة فمحتاج أنه هو يرايح اللعيب عشان ما فيش أي حد يتعرض لإصابات لأنه مهما حضرت من برنامج بدني صعب قوي مع الظروف دي أن أنت لعيب يكون جاهز معك كل 48 ساعة وأن أنت لسه بتبدأ موسم نفس القورة نفسه أو نفس اللعيب في الجاري مش هيجي لسه في أول ست مباراة في الدوري فمحتاج ياخد وقت فيه قياسات بدنية بتتعمل لده فبالتالي رايح اليو ديانج فهيكون موجود إن شاء الله معها في مباراة أسوان معها قيمة بـ 21 لاعب ممكن الأساسيين أو المجموعة اللي بدأت المباراة السابقة في كانو سبورت بطل غينية واحد أو اثنين ممكن ما يبدأوش المباراة القادمة فهي رؤية فنية ليه الجمهور بس دوره أنه هو ما يتعاملش مع كل قيمة أو كل تشكيل مين موجود ومين استبعد لا كلمة الاستبعاد دي أرجو 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 اللي احنا نشيلها من حسابتنا ليه؟ لأنه يبتنعكس بالسلب على اللاعب لأن اللاعب أكيد قريدي أكيد بيمسك السوشيال ميديا أو بيشوف صفحات التواصل الاجتماعي اللي بيكتب عليه سواء دخل قيمة أو بره القيمة فلما بيرى كلمة استبعاد سدقوني والله أمور نفسية ممكن تأثر في نفسية لعب رغم أنه عارف أنه مش موجود في المباراة دي أو حتى جهاز الفن يمتفي معاه الأمور الفترة الجاية هتداري إزاي؟ أو الفكرة الفترة الجاية هتداري إزاي؟ فهي دورنا في الإعلام أن نحن نوضح التفاصيل الصغيرة دي لأن جمهور النادي الآلي مهم جدا للفترة الجاية أن نحن نتعامل معاه على أن نحن نكون وعيين قوي 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 للمرحلة الجاية وإزاي نصدر رسالة إيجابية للفريق في المرحلة القادمة فبالتالي كل اللاعبة تحت أنظار واهتمام ريني فيل صالح جمع، أحمد الشيخ، أليو ديانج، أفشة، وليد سليمان، وليد أزارو، أجاييئ كل اللاعبة تحت أنظار الجهاز الفني بيتعامل معها حسب متطلبات كل مرحلة وحسب إحتياجاته وتحضيره لكل مباراة ندعم ونساند ونلغي بعض التفاصيل أو بعض المعاني من قاموسنا وعتلاق الفترة الجاية إن شاء الله أحسن وأحسن لأننا مرحلة نحتاجين قوي نشتغل معها بشكل إيجابي دورنا كإعلام ودور الجمهور صدقوين والله ما يقلش خالص عن دور الجهاز الفني واللعابة والإدارة لأننا كل المنظومة بتكمل بعضها في تصريح مهم جدا للكابتن سايد عبدالحفيز مدير الكورة قال بنحترم فريل إنتاج وبنتطلع لتحقيق أهدافنا قبل توقف مسابقة الدوري أكد الكابتن سايد على أهمية مواجهة فريل إنتاج جدا إن شاء الله على ستادي السلام في الجولة الثانية من عمر الدور العام لموسطة لانطلاقة الفريق والتقدم خطوة جديدة نحو الأهداف التي يتطلع إليها الجهاز الفني واللعابين خلال المرحلة القادمة في فترة توقف للمسابقة بعد مباراة أسوار نتيجة انشغالي المنتخب بأجندة دولية خلال شهر أكتوبر وغالبا المنتخب يلعى مباراة دية مع منتخب بتسوانة كابتن سايد قال إن فريل إنتاج الحربي بيحظى بحب واحترام وتقدير من النادي الأهلي وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة قال كمان مدير الكورة لإنتاج الحربي بيضم جهاز فني محترم بقيادة كابتن مختار مختار قدم كورة جيدة خلال الموسم الماضي وحصل على نقطة من النادي الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدور الأول وهو يجيد اللعب مع الكبار ونتائجه تؤكد على ذلك أضاف الكابتن سايد إن الأهلي يسير خطوة بخطوة خلال الفترة الحالية ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها وهناك فصل بين البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة الحالية بسبب الكم الهائل الموجود بين سبوب اللعبين وخبراتهم في هذه الفترة أمارة حمدي يمكن كان تعرض لإصابة خلال الفترة الأخيرة لكن إن شاء الله عمل أشعة على الظهر ظهره كان عمل عليه أشعة لاتمنع الإصابة اللي أبعديته على المشاركة في التدريبات الجامعية خلال الفترة القادمة ناديجة الأشعة تحدد بقى البرنامج التهيلي والبدني اللي يقدر إن شاء الله عمار يكون جاهز للنزول للملعب وتدريب وتنفيذ بعض التدريبات والفقرات البدنية والفنية خلال الفترة القادمة الفترة الأخيرة كان فيه تحسن كبير في حالة اللعب لكن الأشعة دي للإتمينان عليه قبل المرحلة القادمة عمار من اللعب المتميزة جدا وظهر بشكل جيد الموسم الماضي لما كان معار إلى نادي الاتحاد السكندري